شوف حسين حلمي في مدقلة مع محمد شابانة اللي الحقيقة كان واضح انه مندهش من الكلام اللي بيسمعه الكلام اللي احنا بنقشه انه ربما تصبح هذه ظاهرة انه اي لعب يعتدى عليم لأي شكل كان في اي ملعب مش لازم كرة القدم في اي لعبة اخرى حتى يصبح من حقه ان يلجأ للنيابة رأي ستك القانون يا فن هل اللعب اللي انت قدم بشكوى من نيابة العامة ضد احد عناصر اللعبة اي مكان بشكل مجرد خالف لايهد الاتهد او لايهد اللعبة انا في رأيي الشخصي هو ما يخلفش لان المخالفة اذا تجاوزت السلوك الرياضي المخالف ممكن ان يلجأ صاحبها الى المحاكم العادية مش المحاكم هنا مش بشكلها اللي تدخل في الرياضة اللي هنا دي دي جنحة جنح القصف والسب قضى عن القانون العام قرور الخبات العامة فمن حق الرأوة دي من الجرائم بيسموها في قانون من جرائم الشكوى تبقى نص المدى ثلاثة اجراءات لصاحب الوقع اللي هو عليه قصف او سب ان يلجأ خلال ثلاث شهور للتبليغ عن شخص الذي قامه في القصفه ده قانون عام ده لا الواقع ليه اطلاقا ومخالفة رياضية بان يرجع للمحاكم العادية هنا فيه سلوك قيادى ومخالفة رياضية بيعاقب عليها لجان الخاصة بتطبيق العقوبات وأولها لجنة للانضباط بغض النظر اذا تجاوز الفعل المرتكب حدود المخالفة رياضية او من حق صاحب الشهد ان يلجأ الى المحاكم العادية طب عندما شاهد حركة ده ممكن يعمل نوع من الفوضى شوية في المجتمع هو يعمل هو يعمل في المجتمع الرياضي هو يعمل ولكن سببه ايه الخلط ما بين دور رجل طباط ودور رجل مصابقات طيب هذا رأيي المستشار القانوني السابق الذي كانت تعرض عليه مثل هذه المشاكل وبعض مشاكل الانتقالات واعتماد العقود وغيرها وبالمناسبة هو الشخص يعني على المستوى اللطيف ويعني تحبه يعني ما تعامل معه تحبه لكن نختلف معه في توجهاته احيانا في بعض القضايا وربما هو يعني لما ساب شوية الاتحاد او الوقع دي زي ما قال يعني هو أقرنها لهذا قال تعمل فوضى ولهذا الاتحاد الدولي نظمها عشان ما تعملش فوضى وبعدين الصورة دي في حد ذاتها يعني يا أستاذ ابراهيم لا حولها قد تلا بالله ده في جرائم الثقر لما الأعراف بتقبل انك انت بطريقة ما تروح لصاحب الحق ويشايل كفنك وتروح له لو قابلك وقابل اعتذارك ماش من حق وعقبك بعد كده ولا بوجاني أحيانا يعني بالأعراف بالقانون بكل حاجة الوقع دي كان وهو صاحب الشأن سافر يعمل عمره بعدين عادل زي بقول عادل ينطق الفيلم اياه لكن انا مش سيبك من الموضوع ده برضو احنا مش عايزين نخش في تفصيل الوقع دي هنشوف هتنتهي لإيه وكل صاحب عقب في التحيات النهج هيمشي ازاي النادي الآلي قررن ان ينهج الناهج الذي تنص عليه لوائح كرة القدم المحلية والاخليمية الدولية شكله هيمشي في هذا الخط يعني طيب الآلي قال للاتحاد أولا مبدئيا في كلام السيد حسين حلمي هي جزئية أولا فيه جزء ما جاش في المداخلة بتاعته مع شبانا أو في الفيديو ده ان الراجل بتكلم انه ما الامر حصل بعد المباراة وللأسف ده كلام كمان يجهل معنى المباراة لان المباراة في لايحة النظام الأساسي ولايحة المسابقات تبدأ المباراة بوصول الفريقين وأطرافها إلى محراب الملعب وتنتهي المباراة بمغادرتهم حرم الملعب وقلنا بتدار صلاحية يعني لو هي المسألة ما هي كان واضحة أنه محاولة التخريجة إزاي تبرر ما فعله الطرف التاني إزاي تبرر له اللي حصل فشوية يتقال أصودي بعد المباراة ومشو أخد باله أنه كل الأحداث بتحصل بعد المباراة وكل العقوبات اللي بتقودها إدارة المسابقات كتير منها عن أحداث حدثت بعد المباراة وكلنا فاكرين مباراة الأهل والزمالك في عشرين عشرين مباراة القاضية بعديها مصطفى محمد عمل أحداث قد إيهما على عيبة النادي الآلي وحصل اشتباكات الاتحاد الأفريقي أخد عليه عقوبات ساعت كانت حصلت بعد المباراة سواء لحسين الشحات أو لمصطفى محمد أو حتى مباراة الصوبر اللي حصلت الأهل والزمالك في الإمارات واتحاده الكرة وقتها كانت اللجنة برئاسة الأستاذ عمر الجنين أخدت فيها عقوبات عما حدث بعد المباراة فاحنا بنتكلم لما أنت عايز تدور على تخريجة لسلوك بيرامز وخروجه على الليحة وشكواه للنيابة وللشرطة فهي تلص حصل بعد المباراة من هنا تبان أنك أنت بتدور على أي حاجة تحلل بها الخطأ لكن فكرة كمان الصهية المشكلة اللي حصلت زي ما بيقول حسين حلمي أنه فيه تضارب بين لجنة الاندباط ولجنة المسابقات طب واللعب ماله والنظام العام ماله طب اللحظة واحدة التضارب ده بالعكس لأ لو كان فيه تضارب يبقى ساعة ما لجنة الاندباط تجيلها وقعة يبقى تبقى في روعها أنها ما تعتمدش قرارات لجنة المسابقات مش فيه تضارب طيب هنا واضح جدا أنه حسين حلمي بيخبط في حاجة معينة على الاتحاد لأنه هو المفترض المفترض رجل محامي وكان في الشؤون القرنية في الاتحاد ويدرك جيدا أو هكذا المفروض أنه لا إدارة المسابقات أو لجنة المسابقات دلوقت اختصاصها يبدأ مع وجود تقرير إذا كان فيه تقرير أصبح لاختصاص لإدارة المسابقات ما فيه تقرير أصبح من حق لجنة الاندباط فلجنة المسابقات اتطلعت بدورها في الموضوع لأنه جالها تقرير مرائب المباراة ممكن يعني أنا اشتغلت مع المستشار حسين علم سنين لكن هو سيب اتحاده كرة بقى له كم سنة مدة مش كده ربما ما كانش اتطلع على المواد اللي احنا بنقرأها النهاردة دي ولا الصالحية التمتدير نتكلم على محامي ما أنا بكلمك نتكلم على المصوص هو أصول القانون والدستور اللي هو الطالب الحق عارفها معلش انت لطيف أنا بلتمس العظر انت بتحسن النوايا أنا بلتمس العظر لا أنه هو رجع أصلي هو قال الجملة اللي تخلي كل الكلام السابق ده اللي قاله بيتعارض معاه لا لو حصل ده ستحدث حالة من الفوضى في المجال الرياضي طيب لايحة النظام الأساسي لما أقرت كان الأستاذ حسين حلمي موجود في الاتحاد هو ومحمد المشطة هل أستاذ محمد موجود لسه ها كانوا موجودين لما الاتحاد الدولي اعتمد لايحة النظام الأساسي خدوا مالكوا حاجة يا جماعة لايحة النظام الأساسي زي بتاعت النادي ده الدستور الحاكم يعني مفترض بجد كل واحد موجود في الاتحاد يبقى مدرك اللي فيها لأن هي اللي بتحدد خطوات كل حد على الأقل المحسن مشكلة يقرأ يعني فما بقى لك بالقانونيين فلما تبقى راجل قانوني ولايحة النظام اللي وضعت في وقتك وانت مراجع ليها والمفترض حفظها على ظهر القلب المادة 38 فيها شديدة الوضوح والصراحة وبتقول يحذر لا يجوز لا يجوز دي المادة 38 لا يجوز للأندية لا يجوز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اعتقد اللعب واحد من اهم عناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية او الادارية لحل نزاع رياضي يتعلق بقرة القدم فيه نص يا جماعة اشد وضوح من كده طب لو اختلفنا في النص لاحة النظام الاساسي دي قالت لك ومين اللي مطلع بالتفسير مين القيم على اللايحة مين المنوط به انفاز اللايحة دي على طول اللايحة بقولكو ويختص المجلس اللي هو مجلس الدارة مجلس الدارة ويختص المجلس دون غيره بتفسير اي من مواد هذه اللايحة في حالة كذا كذا تفسيرها وذلك بعد تقديم مذكرة من اللجنة يعني هنا تحريم او تجريم او عدم جواز لجوء اي عض من اعضاء منظومة الكورة للمحاكم المدنية او الادارية وبعدين بقى تسمع اللي ده حاجة بقى يم مرمي حاجة كده من شوية مصدر مسؤول قال اصل اللي حصل ده الصفعة دي واقعة جنائية فاللايحة منعت القضاء المدني والقضاء الاداري بس القضاء الجنائي لا طبعا كلام يدحك يعني ان انت المفترض بتتكلم في المدني كل ما يتعلق بكل السلوكيات والاداري كل ما يتعلق بالورق واللوايح والقوانين فدي مسألة بقولك يعني لما يختلف في النص والتفسير مين المنوط به التفسير اتحاد الكورة او مجلس ادارة الاتحاد اذا المسألة واضحة وضوح الشمس موسيقى استاذ ابراهيم حتى لو ان هذا الامر المنوط بتحويل هذا الامر الى الجهات المختصة واقع التزوير مين اللي حولها المجلس مجلس اه طب ما حولهاش بعد ما تلجأ للمجلس تطلب منه ها تطلب منه من حقك تشوف اذا كان فيه تزوير ولا لا بس اذا ما فيش تزوير الموضوع انت فانت حضرتك جيد بتتكلم في موضوع عموما احنا مش مش هنقدر يعني انت انت قلت الاتحاد المصري وقلت الدستور المصري وقلت الاتحاد الدولي ودرجات التقاضي فيه اذا كان يعني هناك امر اخر عشى السند اليه طيب صديقنا العزيز عامر العميرة الراجل كتب الحياة تويتا مهمة بالاضافة الى كل ما سبق قال انه المادة 58 الفقرة التانية من النظام الاساسي للفيفا يعني بصوا احنا اتكلمنا على لايحة النظام الاساسي المصري والقانون الرياضة المصري والدستور المصري فعمر العميرة قال لك لا دا كمان لايحة النظام الاساسي للفيفا عشان كده النادي الاهلي لما بعد جواب النهاردة الحقيقة كان يعني مذكرة قوية جدا لان هي كانت مسببة وبتسند للمواد قالت لك خالف لوائح الاتحادين المصري والدولي طب المصري وفقا للمادة 38 اللي عرضناها واللي دي في ملعب الاستاذ جمال علام ومجلس ادارته لان انتو المنوط بيكم الرد عامر قال لك دا كمان المادة 58 الفقرة التانية من النظام الاساسي للفيفا يحذر اللجوء الى المحاكم العادية ما لم ينص على ذلك على وجه التحديد في لوائح الفيفا ويحذر ايضا اللجوء الى المحاكم العادية فيما يتعلق بجميع انواع التدابير المؤقت يعني اللجوء للمحاكم الدولية المحاكم العادية مدني اداري جنائي غيره محزور وفقا لللاحة الدولية لاحة النظام الاساسي للفيفا وعشان كده انا هقول لكم اللي جاي ايه ايه اللي جاي انت بعدت تقول لاتحاد الكرة رد علي اقول لي انا عندي لاعب النهاردة مستدع للنيابة وانا من حقي كلاعب محترف احافظ عليه ده اصل من اصول النادي المسار القانوني دي قضية انا احترمت تنفيذ العقوبة بتاعتك ونفستها واللعب توقف واتغرم وانا عقبته يعني اخد عقوبتين على الفعل ازاي جنائيا هياخد عقوبة تالتة فيما يمثل سبقة خطيرة ازاي النادي زي ما انت كاتحاد كورة عضو في الاتحاد الدولي عضو جمعية عمومية في الاتحاد الدولي ومن ثم انت ملزم وملتزم بلوايحه النادي عضو جمعية عمومية عندك في الاتحاد وهو ملزم وملتزم باللايحة الحكمة للطرفين عشان كده كان الجواب للنادي من النادي لاتحاد الكورة في هذا الشأن خاصة ان الواقعة لو اتكلمنا على زي ما قلتلكوا فكرة بعد المباراة هفكركم بالعقوبات اللي كان خادها الاتحاد الافريقي بعد المباراة عشان بس المستدرس حسين حلمي يشير من دماغه شماعة اصلا الاحداث بعد المباراة وكأننا احنا لسه هنلعب كورة جديد بعد المباراة الكافي يعلن رسميا ايقاف الشحات ومصطفى محمد اربع مباريات بسبب نهائي افريقيا ما هو ده حصل بعد المباراة من الاتحاد القري ولو الوقت يطول هنجيب حالات كتيرة جدا لعقوبات حصلت من الاتحاد المصري ولاتحاد الدولي عن احداث بعد المباراة احنا وصلنا علاقتنا بالجزائر على شكوى حصلت في شوارع ام درمان يعني احنا بعثنا نشتكي الاتحاد الجزائري على احداث بين الجمهير حصلت في شوارع ام درمان مش في محراب ملعب المباراة فاذا ما يتعلق بمباراة الكرة اعتقد الوضع واضح وصريح قبل منسيب الموضوع في نقطتين البعض حاول الدفع بيهم هو مش الاهلي كان راح للمحكمة ضد عبدالله السعيد هو الاهلي لما راح للمحكمة وبعدين اتقال ما هو راح للمحكمة ليه اول حاجة الاهلي راح للمحكمة التحكيم الرياضي وده امر في صحيح القانون الرياضي بالعكس هو التزم بالقانون انه القانون بيقولك او انت وانت بيحذر عليك اللجول للمحكمة العادية القادة الطبيعي بتاعك القادة الرياضي اللي هو مركز التسوية والخلافات الرياضية اللي قاله لما راح خد حكم خده في ذات الوقع من المحكمة الرياضية المصرية من مركز التسوية والنزعات التابع لللجنة اللومبية التابع لللجنة اللومبية اللي حصل بعد كده ان هذا المركز المحكمة الدسترية اوقفته عشان في نحية اوقفته ليه نحية شكلية قالت ان اللايحة الحاكمة لهذا المحكمة او هذا المركز لازم ان تصدر من جهة الاختصاص وهي هنا مجلس النواب جهة اختصاص تشريعي مش اللجنة اللومبية المصرية برئاسة سيد هشام حطر ويحاول ويحاول الاختصاص بعد كده لللجنة اللومبية لا في التشكيل لا اه اه هي قالت ما تكلموا على التشكيل يا سيد برئيس قالت انه اللايحة المنظمة من ضمنها التشكيل اقصد اقول وبنود المركز انت مش هتروح مجلس النواب كرياضية الشيكي كل مرة انت هتنشئ هذا المركز بالالية دي في اللجنة اللومبية المحكمة الدستورية الزمت الحكومة وهي هنا في الرياضة ممثلة في وزارة شباب الرياضة ان تعد مشروع مذاكرة لايحة خاصة بالوضع القانوني لمركز التسوية وتتقدم بهذا المشروع القانوني لمجلس النواب لدعمه تكريده يقره يبقى خلاص يعلن في الجريدة الرسمية ويعمل به وعلى الجهات المختصة تنفيذه اول جهة مختصة وفقا للليحة هتبقى اللجنة الأولمبية المصرية اذا هو خلاف شكلي في شكل تكوين مش في اختصاصه فتم تجميد العمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي يعني الاهلي ما رحش للمحكمة من نفسه دي جزئية الاهلي رح للمحكمة ذاتها لاختصاص في قضية عبدالله السعيد الجزئية التانية ما الاهلي رح لمحكمة القضاء الإداري ضد لجنة الانضباط هو الاهلي رح لصميم الاختصاص لانه اللي هيفتح لايحة النظام الأساسي في الاتحاد المصري كرة القدم المعتمدة من الفيفا بينص فيها على طول في الديباجة الأولانية بتاعتها انه في حال الخلاف على